الدنار الليبي يرتفع أمام سلة العمولات الرئيسة في السوق الموازية أهلا بكم مشاهدي لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعد فيها أسعار العمولات وأسعار بعدن ثمينة بالإضافة إلى سعر بعض السرع الأساسية في السوق الليبي ونبدأ باستعرد لأسعار العمولات حيث يشهد الدنار الليبي ارتفاع متتالي لأمام سلة العمولات الرئيسة في السوق الموازية بسعر الدولار حيث ينقفق قيمته إلى 5 دنانر و240 درهم أما اليورو فقد انخفض قيمته إلى 5 دنانير و920 درهم والجنيل السرلين انخفض إلى 6 دنانير و650 درهم في حين انخفضت دينار التونسي إلى دينار و800 درهم مقابل دينار التونسي الوحد بالانتقال إلى سعار المعادن الثامنين نراحل من الاستقرار النسبة في معظم الأصناف أو أصناف المعادن بدأت بذهب عيار 24 حيث تستقر وحفظ على الاستقرار عند 190 دينار للقرام الواحد أما عيار 21 فقد استقرت عند 160 دينار وعيار 18 فيحافظ على الاستقرار عند 140 دينار في حين تستقر الفضة عند دينار و850 درهم للقرام الواحد بالانتقال إلى سعار السلع الغذائية الأساسية نلاحظ أن استقرار نسبة في معظم أصناف السلع بداية بسعار كيلو الكزكوسي الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم أما الماكرونة فستقر عند دينار و750 درهم للنصف الكيلو وكيلو الأرز يحافظ على الاستقرار عند 4 دنانير و500 درهم وزيت الذرة يستقر عند 5 دنانير و350 درهم للتر الواحد ننتقل إلى سعار اللحم ونلاحظ هنا استقرار في كيلو الخرف عند 35 دينار بينما ارتفع لحم البقر إلى 29 دينار ولحم الإبل أيضا أن ارتفع إلى 29 دينار للكيلو في حين انخفض لحم الدجاج إلى 9 دنانير و750 درهم للكيلو الواحد ننتقل إلى أسعار الخضروات ونلاحظ هنا استقرار في كيلو البصل عند دينار و500 درهم للكيلو الواحد بينما البطاطة انخفضت عند دينار و500 درهم وكيلو الطماطم أيضا انخفض إلى دينارين وكيلو الخيار حفض على استقرار عند 3 دنانير و250 درهم أو 500 درهم للكيلو الواحد إذن ننوه أن هذه السعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر هذا كل ما لدينا وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات إليك محمد وباقي الزملاء